موسيقى نبدأ حلقة اليوم من غرفة الأخبار من الجزائر حيث تشهد البلاد تظاهرات واسعة في العاصمة وعدد من المدن تظاهرات اليوم تهتف رفض للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر ولكنها تكتسب أهمية كونها تصادف ذكرى الثورة في البلاد يضعنا في أجواء واب استجدات تحركات الجزائر مباشرة العاصمة الجزائرية مرسلنا إبراهيم حسناوي وسينضم إلينا أيضا بعد قليل الكاتب الصحفي محمد علال دعني أبدأ معك بداية إبراهيم لو تضعنا في صورة الأجواء نعم داليا حقيقة الجمعة السابعة والثلاثين للحراك الاحتجاجي في الجزائر كانت استثنائية بامتياز من حيث عدد المشاركين فيها هناك ربما من يقدر المشاركين اليوم بمئات الألاف خاصة في العاصمة الجزائرية وبعض المدن الرئيسية في الجزائر كما ذكرت هذه الجمعة تصادف الذكرى الخامسة والستين للثورة الجزائرية التحريرية وبالتالي فإن هذا كان عاملا مهما للكثيرين من أجل المشاركة في هذه الاحتجاجات اليوم ومحاولة استرجاع زخم الحراك الاحتجاجي الذي تراجع في الأسابيع الماضية كانت هناك تعزيزات أمنية مكثفة جدا شاهدناها هنا في العاصمة الجزائرية منذ ليلة أمس أغلقت السلطات أغلب أو جل المداخل الرئيسية خاصة إلى ساحة البريد المركزي وساحة الشهداء حيث عادة يجتمع هناك المحتجون حتى قبل صلاة الجمعة وتزداد كثافة هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة الشعار الأبرز الذي تردد اليوم داليا هو شبه إجماع لدى المحتجين على رفض الانتخابات الرئاسية التي قررتها السلطات في الثاني عشر من ديسمبر المقبل لا يرى المحتجون أن هذه الانتخابات ستكون حاسمة ستؤدي إلى الخروج من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أشهر لا تتوفر الضمانات لنزاهتها على اعتبار أن من يشرف عليها هم بقايا رموز نظام بوتفليقة خاصة الحكومة التي يرأسها نوردين بدو فمن هذا المنطلق هم يؤكدون على رفض هذه الانتخابات ويسعون إلى إسقاطها هناك أيضا شعارات أخرى تطالب بإطلاق صراح معتقلي الرأي في إشارة إلى الذين اعتقلتهم السلطات منذ بدء الحراك الاحتجاجي في الثاني عشر من فبراير الماضي هذه الاحتجاجات تأتي أيضا داليا عقبة يوم فقط من خطاب رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح والتي توعد فيها من أسماهم بمعرقل الانتخابات وأكد أن السلطة ماضية في هذا الاتجاه نعم إبراهيم الانتخابات وتنظيمها في الثاني عشر من الشهر المقبل انتهت هذه الاحتجاجات اليوم لم تكن هناك أي احتكاكات بين المحتجين وقوات الأمن كما ذكرت رغم الإجراءات الأمنية المشددة نعم ذلك شكرا لك مرسلنا إبراهيم حسناوي كان معنا من العاصمة الجزائر وينضم إلينا أيضا من الجزائر الكاتب صحفي محمد علال سيد محمد أهلا بك معنا إذن كما استمعنا قبل قليل إلى مرسلنا آخر التطورات فيما يخص هذا الحراك السابع والثلاثين هذه الجمعة هي السابع والثلاثين وأيضا التي تصادف ذكرى الثورة الجزائرية الذكرى الخامسة والستين انتهت هذه التظاهرات دون أي احتكاك يذكر وبالتالي ما وقع هذه التظاهرات بشكله بآخر على المشهد اليوم في الجزائر مساء الخير طبعا هذه التظاهرات الجمعة الهامة جدا في تقديري الشخصي كمتابع للحراك الشعبي منذ بلايته في شهر فيدري اليوم شهدنا هبة شعبية كبيرة للتأكيد على رفض الانتخابات في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد يبدو أن صوت الحراك الشعبي في هذا الاتجاه لا غير مسموع الآن لدى السلطة السلطة ماضية وعازمة نحو الانتخابات سدت أظنها تجاه صوت الشارع الحراك الشعبي هي تراهن على الذين لم يخرجوا إلى الشارع تقول بأن هناك العدد كبير من الشعب الجزائري الآن يؤيد الانتخابات هناك من سيتجه الانتخابات هي لا تراهن إطلاقا على نسبة المقاطعة مقاطعة الانتخابات فبالتالي نحن على أبواب ستة أسابيع فقط تفصيلنا على الموعد الهام جدا ولكن يبدو أن الحراك الشعبي لا يزال الورقة الهامة والأكثر تأثيرا في اللعبة السياسية الآن في الجزائر سيد محمد على ما يبدو بأن كان هناك تعويل لحد كبير على الأقل على هذا الحراك اليوم على هذه التظاهر اليوم وخاصة لما لها ربما من دلالات بأنها تتزامن مع ذكرى الخامسة وستينة للثورة كان ربما هناك تعويل بأنها ستؤثر بالشكلة وبآخر على السلطة الاستماع للشارع الذي يرفض هذه الانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر ولكن انتهت هذه التظاهرات اليوم وبالتالي ماذا يمكن أن يحقق الشارع في المستقبل؟ هل يمكن فعلا أن يكون له تأثير على هذه الانتخابات التي يبدو بأن السلطة عازمة في المضيق قدما بأن تتم هذه الانتخابات في موعدها طبعا قدر الحراك الشعبي أن معظم الجمعات التي كانت في السابق تزامنت مع موعد هامة خمسة أجويليا كانت وهو موعد استقلال الجزائر كان يوم جمعة أول ماي وغيرها من الموعد سبحان الله فالقدر يقود الحراك الشعبي أن يصادف كل الموعد وتاريخ الهام في تاريخ الجزائر فبالتالي اليوم الضغط الشعبي مستمر ولا أعتقد في تقديري الشخصي أن يتوقف أمام الضمنات التي تقدمها السلطة وأيضا التهديدات إن سحى التعبير بين قوسين هناك في لغة السلطة اليوم لغة الترغيب والترهيب هي ترغب الناس نحو الانتخابات بتقول أنها ستكون شفافة لن تتدخل المؤسسة العسكرية في اختيار مرشح ما سيتم الإعلان غدا أو بعد غدا عن الأسماء الذين تم قبولهم هناك مؤشرة تقول حدد خمسة ستة حتى ثماني مرشحين معظمهم من الأحزاب السياسية البارزة وحتى أحزاب معارضة وهناك حديث عن رفض ملفات لأحزاب السلطة هناك نوع من التطمينات وأيضا في مقابل ذلك هنا لغة التهديد هناك لغة تستخدمها السلطة اليوم لمسناها في خطاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أمس عندما تحدث أنه سلوك المظاهرات هو لابد أن لا يكون يتعارض مع حق المواطن الذي يرغب في الاحتجاجات هي تعتقد الآن أن التظاهر حق صحيح ولكنه يتعارض مع حق آخر للمواطن الجزائري ومقابل ذلك أيضا سيد محمد قائد الجيش نتحدث أيضا عن الوعي السياسي لدى الشباب وبالتالي هل الظروف اليوم فعلا مهيئة بشكل وآخر لإجراء هذه الانتخابات سيد محمد خاصا بأن نذكر هنا بأن مازال إدراب القضاة مستمر طبعا أنا ما قلت هذا ما أشرت إليه ويندرج في لغة الترغيب نحو الانتخابات هي تقول لابد أن الشباب يكون واعي بهذه المرحلة الهامة التي تمر بها الجزائر لا حل لهذه الأزمة سوى الذهاب إلى الانتخابات كل هذه في لغة الترغيب نحو الانتخابات عمليا يبدو المشهد إيجابي جدا فبالتالي إذا لم نذهب إلى الانتخابات إلى أين سنذهب هكذا تقول السلطة في لغتها وفي طريقتها في أسلوبها في الخطابات التي نسمحها بين الحين والآخر ولكن المشكلة الآن أن الحراك الشعبي لا يزال ورقة هامة جدا هناك مئات الألاف نزلوا إلى الشارع كيف ستتعامل السلطة مع كل هؤلاء الناس ماذا لو خرج هؤلاء الناس قبل يوم من موعد الانتخابات أو بعد يوم من إعلان النتائج كيف تحسب هذه العملية الورقة الأساسية الحراكة التي غيرت المشهد الجزائري بعد 20 سنة من حكم بوتفريقة هي الحراك الشعبي ولكن يبدو أن السلطة لم تعد تعير اهتماما لهذه الورقة الهامة جدا سيد محمد تأجيل الانتخابات هل هذا السيناريو مطروح بالشكل أو بآخر رغم بأن هناك حديث بأن هذه المسألة معقدة دستوريا طبعا تأجيلها أو فرض الانتخابات أو إلزام هذا شيء سابق لأوانو أنا لا أستطيع أن أجزم من حكم منصبي كمراقب للوضع في الجزائر أن يستطيع أن تؤجل الانتخابات هذا سابق لأوانو لكن أعود وأقول أن المشهد السياسي بعيدا عن ما يطالب به الحراك الشعبي بعيدا عن ما يتكلم به الشارع الجزائري عن الضمنات ورحيل الحكومة وغير ذلك لكن المشهد بحد ذاته الآن متوتر حتى هناك نوع من فرض على الإعلام الجزائري أن لا يتناول صور الحراك الشعبي إذا كان الوضع صحي وهناك ضمنات كافية وهناك فعلا مناخ المناخ وإيجابي وضمان الانتخابات ولكن عندما تحدث عن تأجيل الانتخابات لأي مدى في ظل المؤشرات الحالية قد يكون هذا التوجه الذي سنشده في نهاية المطاف ربما لأن هناك الآن رفض من قبل الشارع لهذه الانتخابات ولكن هناك إسراء من قبل السلطة على هذه الانتخابات وبالتالي هل يمكن أن يقول ربما هذا هو السيناريو الحل الوسط في نهاية المطاف الذي قد تلجأ إليه في نهاية المطاف أيضا السلطة سيد محمد قد تلجأ السلطة إلى ذلك سبق أن تم تأجيل موعدين هامين للانتخابات الرئاسية إضافة إلى الموعد الذي كان ينتفض ضده الشعب الجزائري في الوهدى الخامسة المعروف لدى الجميع ولكن هناك ورقة تأجيل في تقدير الشخصين مطروحة في حال تم الضغط من طرف الحراك الشعبي واستمر لستة جمعات قادمة وليس بالأمر الهيئ شكرا لك من الجزائر الكاتبة الصحفي محمد علال